سمعنا ان الشاي بلبن بيقلل من امتصاص الحديد تقريبا مظبوط الكلام ده هل في العصاير برضو انت عارف حدك عارف ان فيه ميكسات كتيرة طالعلي من دول هل في العصاير حاجة مثلا ممكن لو حطينا فكهتين على بعض ممكن تقلل من العناصر الغذائي الموجودة فيهم هو من فضل ربنا علينا ان نحط كل الفكهة على بعض ما تقللش حاجة وما تعملش حاجة ده من فضل ربنا علينا يعني الحمد لله نحط كل انواع العصاير على بعضها تمام ولكن احنا فيه عنده حاجة اسمها فلسفة الخلط بمعنى ان لما اجي احط مثلا عصير فكهة على عصير خضار انت عايز طعم ايه اللي يبقى باين فانا طبعا يهمني طعم الفكهة هو اللي يبان فبالتالي اما باجي استخدم خضار مع فكهة باستخدم خضار يكون الطعم بتاعه ضعيف مش مؤسس والفكهة الطعم بتاعه هي اللي قوي بحيث احنا كزوق مستهلك لما باجي اشرب حاجة لازم يبقى طعم الفكهة بتاعها اللي باين طب انا ليه حط خضار مع فكهة طعم ليه انت دولت سؤال جميل او الفكهة العنصر السايد فيها السكريات رغم ان السكريات دي على صورة فركتوز اللي هو سكر الفكهة ولكن ده سكر احادي بيمتص على طول مباشرة في الدم لو شربت منه كميات كبيرة في اليوم يبدأ يرفع مستوى السكر في الدم طب الخضار ما فهوش تقريبا كرباهدريتس هو عبارة عن منجم من الالياف والفيتامينات والاملاح المعدنية لما حط الاثنين مع بعض يبدأ يحصل التوازن في عملية السكريات بالنسبة للمتصاص في الجسم دكتور في بعض الناس كانت بتقول ان الخضار لما بيتطبخ بيفقد المعادن الاساسات اللي فيه او المنرز اللي فيه هل ده حقيقة ولا لا هو مش بيفقد كل المعادن بيفقد جزء هيتجاوز الـ 25% تقريبا لكن طبعا الفيتامينات اللي بتتأثر بالحرارة هتتأثر ولكن بقية المعادن والفيتامينات موجودة زي ما هي بنسبة 75% تقريبا أثناء عملية الطبخ والتجهيز عاصفين مثلا حاجة زي الكوسة لازم تطبخ كل الأكل لازم تطبخ كل الخضار البام يلبسين للفاصولية يعني ممكن الخيار مثلا ما يطبخش الجرجير الخاص دي قدرات الوراكات طازة لأنا بتكلم عن انت حضيك بتكلمي على الطبيخ بالضبط أنا عايزة أطبخ مثلا بالوقت مثلا كوسة أو بطاطس أو هل النهاردة مجرد ما شمت النار الحاجات زي بتفكد جزء حوالي 25% تقريبا من قيمتها الغذائية ولكن بستفيد بالـ 75% التانية اللي موجودة فيها طيب احنا نتكلم عن العصير يعني مثلا لو هنعمل العصير منجة ما فيقاش منجة بس المضروف بيتحطي لها مية وده اللي كنتم بتكلم فيه مع بسانتن شوية اعتقد ان المية بنضيف عنصر برضو للعصير اعتقد حاجة مهمة بنحط لها سكر ده مضر طيب هو عشان نتكلم مثلا عن العصير المنجة على سبيل المسال عصير المنجة فيه عندي حاجتين فيه عصير المنجة اللي هو سك طبيعي زي ما بنعمله في البيت المدام عندك المدام عندك بتعمله بس لازم يفكب شوط مية اه سكر ومية وفيه زيال اللي بتعمل برة ما بيبقاش منجة لوحديها بيبقى منجة معاها حاجة تانية وهنا بقى بنستخدم اللي هي الخضار مع الفكة بقى بيستخدمه البامبكن او القرع العسلي دايما في عمل عصير المنجة هنا هنوقف عند نقطتين بيبقى معروف ان هو مستخدم فيه ده ولا مش النقطة الاولانية ممكن بتخش تحت مند الغش لان انا استخدمت مادة ملقة هو بالنسبة لهم كمادة ملقة رخيصة شوية عن المنجة وبالتالي انا بدل ما بعمل كيلو بالمنجة هيعمل اتنين كيلو بس مفيد بالنسبة لنا احنا بقى كصناعات غزائية لا ده انا برفع القيمة الغزائية للمنجة وبقلل من استهلاك الأملاح المعدنية الضرة اللي موجودة في المنجة خطبا حضرتك ودي اللي بنسميها بقى فلسفة الخلق البامبكن الطعم بتاعه فلات ملوش طعم قوي وبالتالي طعم المنجة هو اللي هيغلق ثانيا القوام الفيسكوستي بتاع البامبكن او الاره العسلي ماشي مع القوام بتاع المنجة لان انا كمستهلك عايز اشرب منجة لازم يكون قوامها تقيل احس ان هي تقيلة واشربها على هذا الاساس فدي وعايزة معلقة دي فدي نقطة مهمة عايزين له كوباية هنا جاء